هم التقشف لا تزال تتارد الجزائريين منذ بداية سنة 2016 الدور هذه المرة جاء على فواتير الكهرباء والغاز حيث صدم العشرات من المواطنين بالارتفاع الرهيب الذي حملته فواتير الكهرباء لثلاث الأول من هذه السنة وهو ما أثار استياءهم عندي تليفزيون للمشاه الدراري ومشاه فريق وفا بلس نحن نرى نخدم من شهارين ما عندناش من السنة وشهار باش نخلصوا ديفو ما نقدروش بالاقع نخلصوا كيلي الجيه فوقهم سمئة تالف ستمئة تالف سبعمل كيفاش يدير عنده مسؤوليات على الدراري عنده مسؤوليات على الضار عنده مسؤوليات على طنوبيل عنده عنده ليشارش بزاف هل وجوء لترشيد الاستهلاك وبحسب الكثير من المواطنين أصبح اليوم أكثر من ضرورة وصوصا وأن مؤسسة سونلغاز تحدثت عن زيادات أخرى في أسعار الكهرباء بداية من شهر أفريل المقبل أبليجي تزييري انتيا إذا كنت تشعل الفورن منها نقص منها نقص تريسيتي منها انت لازم تحايل مع روحك باش تحافظ على كي تجي تخلص شهرية تاعك الترمس تاعك باش تخلص وتخرج معها سواء سواء رغم أن مؤسسة سونلغاز طمأنت في وقت سابق المواطنين أن الزيادات ستمس في أمعين من المستهلكين إلى أن تطمينتها تحولت لكابوس أرعب الألاف من المواطنين خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد